في الحياة شهر رمضان بيكون لي تقوص معينة جدا وخصوصا في الحاجات اللي بتتعلق بميزانية البيت بالمصاريف بالاحتياجات اللي يعني هتبقى مكتوبة قبل هذا الشهر في ناس بتحاول بكل الطرق ان هي تعدي ايام هذا الشهر وهما موفرين في كل حاجة وفي بيتهم معمول الكلام ده باقل التكاليف وبما يتماشى مع دخل الاسرة وخصوصا ان الفلسفة الرئيسية اللي بيقوم عليها هذا الشهر هو التعبد هو الزهد هو ان احنا نصوم علشان يعني زي ما بيقولوا كده او زي ما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام صوم وتصحه حقيقي يعني في رمضان يمكن من الحاجات الساعات بنعملها بشكل خطأ ان احنا بنروح الاول وعايزين نجيب كل حاجة للشهر ونحوش كده لبعده ونجيبها بالزيادة يمكن ده بيبقى صعب شوية على ست البيت اللي هي اصلا عايزة تدبر وتوفر احنا النهاردة بقى هنتكلم عن ازاي نبدأ رمضان ونعمل ميزانية تناسب دخلنا من غير ما نضغط على نفسنا او على الاسرة في الشهر الكريم عنا ضفتنا من ورانة في الستوديو دكتورة رودة حمزة ابو الفضل استشاري اسري ونفسي بجامعة حلوان اهلا بيك يا فندم من ورانة اهلا بيك يا دكتور بصانو حراكو طيبين وحضرتك طيبة وبالف خير ويمكن الشهر الكريم بنبتدي كده ايه من قبلها بشوية دايما الاسر المصرية بحبة تبتدي من قبلها كده بشهر يقولك انا هخزل لرمضان طيب ده بيعمل ضغط على رب البيت وعلى الستة اللي عايزة تدبر وتوفر وكلنا عايزين نعمل ده ازاي اعمل ميزانية للبيت في الشهر الكريم من غير ما ضغط على نفسي ازاي حدد اولويات اقول مثلا انا محتاجة واحد اتنين تلاتة وما ضغطش نفسي ولا ضغط رب المنزل في البداية حضرتك اشارتي فعلا ان احنا للأسف بنضغط نفسنا قبل شهر رمضان او في ناس بتضغط في اول رمضان ان هي تجيب سلع نوعية وبكميات كبيرة ونخزن ونفرز وزي ما احنا شايفين كل الربات الاسر بتدور ان ازاي ان هي تعمل تفريز وتجميع للخضر والفكهة قبل رمضان بفترة كبيرة في الحقيقة احنا رمضان يعتبر زي ما حضرتك اشارت هو شهر العبادة وليس شهر الاستهلاك ده بالعكس ده احنا المفروض ان شهر الرمضان بيقل استهلاكنا للتلت لان احنا عندنا وجبتين في العادي احنا عندنا تلات وجبات وفيه سناكس وفيه حاجة كمان بتجهد الميزانية ان كل فرد من افراد الاسر ليه معاد مختلف بيجي يأكل فيه فطبعا ده بيزود شوية في الاستهلاك فاحنا كلنا بنتجمع في وقت واحد ووقت الفطار في معظم الاسر فبالتالي المفروض ان يكون شهر التوفير وليس شهر ضغط المصرفة وليس شهر التبذير بالزبط فاحنا نجي نتكلم على ميزانية رمضان طبعا احنا دايما نقول خليك سابق بخطوة بمعنى احنا لا نتفاجأش برمضان احنا عندنا فيه مواسم الى حد ما بيبقى فيها استهلاك نوعي زي مسم دخول المدارس مسم رمضان ونخلي بالنا ان احنا عندنا العيد جاي بعد اقل من 20 يوم من رمضان يعني احنا ببتدى نجاهز للعيد بعد 20 يوم من الشهر فانت تبقى شهر عندك بداية الشهر اجهاد للميزانية في السلع النوعية الخاصة برمضان وبعدها بعشرين يوم نلاقي فترة دخول العيد والكحك والبسكوت والعداد الجميلة بتاعتنا احنا مش بنقول الناس بطلوا العداد بتاعتنا العداد جميلة جدا وانا ما فيش مشكلة ان احنا هستقبل الشهر الكريم بكل حب ونبقى مبسوطين بس لازم ان احنا زي ما حالك قلت نحدد اولويات هل اليميش اولوية؟ اه ماشي تمام انا عايز اقولك انا بلاقي في التلاجة السنة كلها من ونبت ممط يعني اتلاقي الميميش دمع يعني في التلاجة يعني بيفضل قصدي بيفضل موجود مع محدش بيأكله في رمضان فعمة قصدي ايه بجيب بزيادة فتلاقي ايه مكمل معاك بقية السنة بتفتح الفريزر موجود فاحنا اهم حاجة عندنا اول حاجة قبل ما تعمل ميزانية رمضان اجري ده اللي موجود عندك ايه اللي موجود عندي بالفعل وخصوصا السلع الاساسية الزيت السكر الرز المكارونات السلع اللي هي اساسي معايا في كل شهر طب نيجي زي محارك ما قلتي السلع النوعية اليميش خاص برمضان يعني خلي عندك الكمية اللي تقضيك معلش اول اسبوع بس ما يبقاش معاك كميات كبيرة للشهر كله اولا اول اسبوع انت حضرك اصلا الافراد الاسرة في الاول بس بتبقى زهوة دخول رمضان وعا كده يقولوا لا احنا اليميش والخشاف بالنسبة لنا تقيل عاوزين ان نشرب عصائر اللي هي الخفيفة البرتقان موجود وبسعر اقل بكتير طبعا من اليميش وافياد وافضل فهنلاقي افراد الاسرة برضو بيبتدوا يزهدوا حاجة حاجة زهوة رمضان وفرحة دخول رمضان بدأت اقل يبقى احتياجنا هيبتدي يقل الحاجة التانية ان احنا طبعا عارفين حضراتكم ان لما بيبتدي موسم وبنلاقي اقبال على السلع بيزود السعر فاحنا لو استننا اسبوع واحد من رمضان بعدها باسبوع هتلاقي نفس السلع لو افراد الاسرة بيفضلوها طبعا هتلاقي السلع باسعار اقل وفي نفس الوقت احنا منبقاش تحت تأثير ضغطي للميزانية بقى وزعنا فلوس اليميش على كذا فترة من فترات الشهر انا عايز اخد السكر او بند السكر تحديدا اللي بيخش في امر الدين بيخش في كل الحلويات القطايف بند السكريات اللي بياخد او بيلتهم جزء كبير جدا من ميزانية رب المنزل او ميزانية البيت بشكل عام ازاي يتم تقنينه تنصحي بايه في ظل ارتفاع سعر السكر وفي ظل ايضا احتياج المصريين يعني الحاجة مسكرة بعد الفطار هقول لحضرتك في بدايل طبيعية وجميلة جدا يعني اللبن بالبلح ما هو مش هستخدم في السكر وسنة وجميل ومفيد وجميل ومفيد فعلا مثلا الحلويات بلاش الحلويات الشرقية لانا بتستهلك سكر كتير اللي هو البزبوسة والكنافة والجلاش والحاجات دي نقلل من اخليها مرة واحدة في الاسبوع بقية الايام في الرز باللبان الكريم كراميل الجيلي برضو صلاتة الفواكه طبعا الفواكه نفسها بيبقى فيها سكر فما بحتاجش يبقى استخدم كميات كبيرة من السكر وعادة السكر كل ما نقلل منه أفضل صحيا يعني احنا شهر زي ما حركتها فضلت هو شهر العبادة وشهر التعود على العادة اننا اتخلص من العادات السلبية اللي عندي يعني انا لو انا أسرتي متعودة ان احنا نستهلك كميات كبيرة من السكر جيه شهر رمضان فرصة ان احنا نقلل استهلاكنا ونعود أفراد الأسرة على تقليل استهلاك من السكر طيب دايما بنسمع كلمة انا مرتبي خلص في نص الشهر انا مش عارف اعمل ايه انا صرفت كل المرتب بتاعي في نص الشهر ازاي اقدر اقسم او اوزع ازاي محليك قلتي مثلا ان انا يعني ادتي مثال على اليميش ان انا مش هزم اشتري كله او اشتري كل الحاجات السنوية في اول الشهر انا ممكن اوزعه على في خلال الشهر لكن ازاي اطبق ده بقى على بقية احتياجاتي في الشهر الكريم بحيث ان انا مزنوقش نفسي ولاي نفسي على نص الشهر انا مرتبي خلص ازباب انتهاء الدخل قبل معد الشهر اول سبب من الازباب عدم التخطيط المالي انا مش مخطط انا ماشي عشوائي جالي فلوس ابتدي اصرف واشتري سلع بكميات كبيرة وعب بقية الشهر ومستني الشهر يخلص وخلص العمدي لا اخليني سابق بخطو خطط شهريا وقسم اسبوعيا وقيم نفسك بمعنى انا دلوقتي دخلي مثلا 3000 تمام وليكن انا اخلي البند الغذاء 2000 هقسمهم على الشهر على اربع اسابيع يبقى كل اسبوع 250 جنيه تمام هاجي اول اسبوع اقيم نفسي هل انا صرفت 250 ولا صرفت 350 بحيث ان انا ما استنيش ان الشهر كله يخلص او نص الشهر يخلص ولا نفسي المبلغ اللي معايا خلص اكتب خطط ماليا الميزانية المكتوبة مهمة جدا 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 اكتب كل حاجة بتصرفها ليه قادر اقيم نفسي اشوف هل انا بشتري كل سلع اللي هي الاساسية اللي انا محتاجها ولا فيه سلع كانت غير ضرورية ممكن استغنى عنها وعوض في الاسبوع اللي بعده يعني دي نقطة مهمة جدا جدا اول حاجة عدم التخطيط المالي تاني حاجة عدم التدوين او عدم الكتابة تالت حاجة ان انا مش محدد اولوياتي ايه طبعا انا ممكن حتى الانفاق الاساسي طبعا احنا عارفين ان اكتر بند بيستهلك الميزانية هو بند الغذاء طبعا انا اقدر بند الغذاء اغير فيه اقدر اغير فيه اطعمة محببة واقل فيه السعر واخفف شوية من المصاريف وعود افراد اسريتي على كده دي نقطة مهمة جدا ان انا اكون فيه ترابط اسري والاسر عارف احنا دخلنا كذا هنجيب كذا ونخطط الوجبات لكل اسبوع مع بعض ويبقوا عارفين احنا هنأكل كذا مش كل يوم لحوم يوم او يوم لا مثلا كل ده بيخفف شوية من الاعباء على الميزانية بقى مهم جدا موسيقى يعني خلينا اتكلم عن الحاجات السنوية اكتر يعني يعني الايه تاني من المنتجات السنوية نقدر نقول تتجنبها على فكرة فيه خلينا اقولك على حاجة فيه بعض الافراد والأسر مش كل الأسر بتحب الحاجات اللي هي اليميش فيه ناس مثلا تحب جدا الخشاف زي ما انتي قلت فيه ناس تحب العصاير ايه هي المنتجات السنوية اللي احنا بنصرف فيها فلوس كتير في رمضان اكتر حاجة هو فيه يعني بعض المنتجات زي ما حرق ما قلت غير اليميش اللي هو انك انت بتستعد بالزيادة الرمضان خزن زبدة بكميات كبيرة طب زبدة سعرها عالي طب ليه ما تخلطش مثلا اه طبعا هات مصدر طبيعي ولازم طبعا السلع تكون جيدة احنا بنقولش الناس اشتري الأجود وبكمية أقل وبالأقل سعر يعني أهم حاجة عندي الجودة رقم واحد السعر الأقل بالنسبة للجودة الحاجة التالتة المهمة قوي الكميات ما تجيبش كميات كبيرة وخزن زي ما قلت حريرك رباط الأسر كله بتكلم عن التفريز السلع الخضروات موجودة طول شهر رمضان يعني ما فيش داعي ان انا افرز بكميات كبيرة وخصوصا انا هل انا التلاجة اللي عندي مجهزة وفيها أماكن افرد بقى مني أكل مثلا هوادي فيه الخضار بيجوز الخضار لازم يبقى يعني يعني فرش كده زي ما بيقوله ما ينفعش ان الخضار يبقى فيه بعض لا خضروات حتى لو فضلت في التلاجة بيضبوز هو شعور الأسر بإدخور رمضان هو شعر الاستهلاك الغزاء للأسف هو الشعور نفسه تبتدي تشتري حتى السلع الأساسية بكميات أكبر فمهمة قوي قوي ان انا قل للكميات يعني خلي حتى تبقى عامل نفسك متوسط سعر مش فيه ممكن سلعة سعرها ينزل زي ما احنا قلنا حقلت الحديق في الأول عندي اليميش في أول رمضان بيبقى أعلى سعر استنى أسبوعين من رمضان هتلاقي السعر قل معاك أنا عايز حركتك تعملي خطة من خطة التخطيط المالي زي ما حركت ذكرتها كده زي اللي انت عاملها في بيتك اه يعني على سبيل هنجيب مثلا فول للسحور هنجيب صنفين بروتين لكل أسبوع هنجيب مكرونة أو روز مش عارف لكل أسبوع بلغة الأرقام نترجب ده ازاي نكتبه ازاي وتنصحي كل رب أسرة أو رب تمنزل تعمل ده ازاي زي ما حضرتك ما أشرت حاجة مهمة جدا جدا احنا السلع دي هنقسمها ازاي اول حاجة احنا زي ما قلنا احنا عندنا سحور وفطار ومشروبات وصنف حلوه زي ما بيقول هنيجي عند السحور حضرتك تتشري ممكن كيلو فول هيقضي معاك الشهر كله على فكرة كيلو فول ونص ربع رز والأقل منه العدس ونبتدي ان احنا نعمل لدمس الفول ونحطه في أكياس في الفريزة احنا مش كل يوم هنأكل فول نقول خلا يوم أو يوم لا ونصنف نفسه في فكرة تقديم الفول عشان أفراد الأسرة ما يزهدوش فيه يبقى دي أول حاجة واجبة السحور ادي الفول بنبتدي ندمسه بنجيب فول الجبن طبعا بنختار الجبن الخصان اللي هي الجبن المصنعة منزليا بتبقى أوفر وصحيا أكتر زي الجبن القريش مثلا الزبادي نبتدي نشتري برضو لبن طبعا احنا في الصحور يجبنا يا زبادي فاحنا هنجيب نص الكمية جبنا ونص الكمية نجيب لبن للصنع الزبادي في المنزل ادي كده واجبة الصحور نيجي عند واجبة المشروبات زي ما حضرتك مقشرت احنا يعني لو يقاميش هنقول أول أسبوع أو أول أسبوعين زي ما الناس على حسب اهتمام الأسرة احنا بنجيب برطقان ونبتدي نخزنه نعصره ويكون مركز ونحطه في مكعبات زي مكعبات التل كل مكعب مثلا يعني املالي كمية كبيرة يعني عشان ما اخدش كمية مساحة في الفريزر وفي نفس الوقت يبقى مشروب معايا صحي طول مجهز وسهل عشان ما اضطرش ان انا استهلك يعني او اشتري جاهز لان ما فيش وقت كمان العرق السوز من المشروبات الجميلة والمفيدة وبرضه ما بنحتاجش ما بدخلش فيها السكر دي برضه من الحاجات اللي بنبتدي نجهزها يبقى دي جئبند العصاير العصاير السحور نيجي لل البروتين مثلا للفطار البروتين احنا يعني مثلا انا لو هجيب اشتري مثلا الفراخ على بعضها الخاصة بالشاه يعني حسب طبعا عدد أفراد الأسرة وعلى حسب استهلاكم انا ما قدرش اقول كمية معينة ربط الأسرة هي القادرة يعني فيه فيه أسر ما بتحبش اللحوم مثلا فهي استلاكة أكتر من الدواجن مثلا العكس صحيح فبنجيب الكمية نبتدي برضه نقسمها مثلا كبدو الأوانص دي كلها على بعضها بتاعت الكمية اللي انا جيبتها بتاع الشهر هتقضي معايا يوم ناخد الأجنيحة بتاعت الفراخ ونجمعها على بعضها فبقيت وجبة وهكذا يعني يعني على حسب استهلاك الأسرة نفترض أننا عندي أسرة أربع أفراد هنحتاج مثلا حوالي ست فرخات مثلا في الشهر كله فتبتدي برضه نهاية تاخد نوخات لو جبناهم على بعضهم ومقسمنهم إلى قطع هنلاقي أنها تدير معي أنا في الحقيقة شايفة أنه ما فيش داعي أبدا أن أنا أجيب مرة واحدة السوبر مارتنس موجودة مكملة يعني ما فيش حاجة بتقول أننا هننخلص أنا بتكلم في نقطة إيه لو أنا مثلا أنا كربة أسرة بيجي لي دخل في وقت معين وبعد كده بقيت الشهر الدنيا بتبقى أقل شوية يعني هنكمل أكيد بقيت التخطيط ليه؟ مزانية الشهر مع دكتورة روضة حمزة أبو الفضل استشاري الأسر رواق النفسي لكن هنروح لفاصل يا دكتور نجع من بعد مكمل بيت فقراتنا برحب بكم مرة تانية وبصحبتنا دكتورة روضة حمزة استشاري الأسري والنفسي في جامعة حلوان والحديث ما زال مستمر عن ميزانية رمضان عن ما هي الأولويات اللي مفروض رب الأسرة أو رب المنزل تحطاها في لها قبل ما نخش هذا الشهر الكريم ونحن عارفين إن الشهر الكريم ده كله عزمات وفي ناس رايحة وفي ناس جاية فإزاي نزبط هذه الميزانية برحب بيك مرة تانية يا دكتورة أهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مرة تانية دكتورة كنا نتكلم عن بند الفطار حاجة خلصت السحور وخلصت العصير وما دخلناش جدا في بند الفطار الفطار ده فيه أكتر من بند في حاجات ليها علاقة بالرز الماكرونا في حاجات ليها علاقة بالبروتين الشربة الشربة دي يعني خلينا بس في البروتين مهمة مهمة إزاي نزبط البلود الرئيسية أو الأساسية اللي بتمثل وطبعا بند الدقيق اللي هو ممكن يعمل بقى مليون حاجة يعمل قطايف يعمل مش عارف سنبوسك كم نزبط الكلام ده إزاي إزاي ما حالك مؤشرتي فعلا بند فيه بلود أساسية بتبقى موجودة معي زي بند اللحوم والبروتين إحنا حتى البنود نفسها أولا نقلل كميات حاجة تانية إن إحنا نستخدم البدائل الأفيد لنا يعني مثلا الكبد اللي هي البلدي العادية بدل ما تجيب كبد مصرور فيه كبد والأوانس ده برضو يقلل شوية زي ما قلنا قبل الفقرة قبل الفاصل إن أنا عندي بشتري كميات على بعضها هي بديل وأفيد اللحمة بدل ما هي قطعة طبعا بتبقى أغلى شوية نحاول إن إحنا نعمل زي كفتة الرز مثلا جميلة جدا مفيدة والأطفال كلهم بيحبها والكبار كلنا بنحبها يعني جميلة ممكن إن إحنا نستخدمها كبديل للحوم كقطعة يعني كيلو اللحوم ممكن ككفتة الرز حتى عليه نص غير الخضرة والرز والمكونات بتاعته الأساسية هنلاقي عندنا الكيلو اللحوم بيديني 2 كيلو قدر إن أنا نقسمه كيلو اللحمة لو هو قطع هنقسمه أقصى حاجة لو إحنا عندي أربع أفراد هنقسمه على مرتين لو إحنا عندنا الكفتة الرز نقدر نقسمها على أربع مرات فكده إحنا برضو وفرنا في جانب البروتين وهو وجبة برضو محببة زي محضرتك ما أشارت برضو دي من الأساسيات في الأسماك ما هي بديل جميل جدا وبروتين جميل ومفيد طبعا فمن الوجبات برضو اللي ما نهملاش في رمضان بالنسبة ده ليه جانب البروتين لو كلمنا عن الرز والمكونات ما فيهش يعني أنا يا رز يا مكارونا يا إمان حتى لو هعمل مثلا يوم مكارونا بشامل باللحمة المفرومة تبقى واجبة متكاملة طبعا فيها كل حاجة نقول لاش باللحمة المفرومة وجنبه رز بالخلطة خلاص هذه وجبة متكاملة بدل ما احنا نبقى الطبق الرئيسي عندي قطع اللحمة وده أغلى طبق ممكن الأفراد الأسرة إنهم ما إليه يقولي كمان إن ده بيبقى جهادة على الست اللي بتطبخ يعني في بعض السيدات اللي عايزة تفرز من بدري وتخزم من بدري وتطبخ من بدري ممكن تعد أسبوع قبلها قبل الشهر الكريم بتعمل كل ده بتحضر بتتبل فراخ بتنظف مش عارف ايه بتعمل خلطة المحشي ده وقت كبير ومجهود كبير عليها بدل ما انت تعوذي أسبوع قبل رمضان بتعملي للشهر كله لا عادي ممكن نعمل قبلها بيومين نحضر لو انت تشتغلي في الويكند مثلا تحضري للأسبوع مش يزم نحضر لقبلها بشهر لأن ده مجهود كبير قوي ورمضان نفسه مجهود يعني الصيام نفسه عبادة شقة فإن احنا نعمل مجهود كبير قوي قبلها ونتعب نفسنا أسبوعيا أفضل لأن أنا ممكن كل أسبوع متغير نفترض أنا تبقى مني أكل من الأسبوع اللي قبله بدل ما أعمل كميات كبيرة وتبوز مني وإجهاد علي زم حريك قلت وده شهر عبادة وشهر اللي لازم نستقبله بروحانيات عالية بنفسية يعني مرتاحة إيجابيا إحنا مع أفراد أسرتنا علاقتنا بقيت أقوى لو ربط الأسرة مجهدة ما يطول الوقت قادة بتفرز وتبتدي بقى الخناءات تشتغل لأنها طبعا مجهدة إحنا لأ إحنا عايزين نبتدي الشهر الكريم بنفسية أفضل بشكل إيجابي يعني زي ما إحنا نقول حزيزة محارك قلت أقا جاهز بس مش قابلها بفترات طويلة وبكميات كبيرة خلينا أسبوع أسبوع ولما تيجي مثلا هتتتسوق تسوقي بعد الفطار ما تتتسوقيش وانت صايمة ويبقى طبعا إحنا وإحنا متصوق وانت صايم منتجعين تبتدي إن كنت تشتري سلع ممكن ما تكونش محتاجة ومهم قوي إن كنت تكون كاتب كاتب الكتابة الورقة والألم ما بيجذبوش الورقة والألم بيريحني كتير جدا من أنا أشتري خليك تعمل تحليل كده إيه الأكتر إيه الأفضل إيه الأخطاء لأنا وقعت فيها عشان ما عاش فيها في الأسبوع طب أهمية وضع مبلغ كده على جنب بعيد عن إيد الزوج والزوجة لأي شيء ممكن يطرق يتحسب إزاي نسبته قد إيه في ظل برضه ارتفاع بعض أسعار السلعة الأساسية نعمله إزاي نصحتك إيه لأفراد الأسرة المصرية إزاي ما حدرك أشرت ده بند مهم جدا وأساسي من بلود الميزانية اللي هو بند الطوارب وبيكون 15% من الدخل بتاعي 15% ما حدش يجي جنبه ده خاص بسلا حصل اختلاف الأسعار لقدر الله حد من أفراد الأسرة تعب زي ما حدش أشرت شهر رمضان بدل ما الميزانية تبقى مجهدة يبقى أنا عامل حسابي للبنود اللي هتجد علي في شهر رمضان إن أنا باخده من بند الطوارب يبقى كل شهر 15% ده متشال على جنبه في ظرفه كل شهر كمان حاجة مهمة أوه إحنا داخلين على شهر رمضان طبعا آخر رمضان بيبقى فيه زكات الفتر عود برضه أفراد الأسرة أنا فيه صندوق خاص بالصداقات ده طبعا ده جزء مهم جدا جدا ما بقاش مجهد على الميزانية من خلال إن أنا كل أسبوع بنوفر مبلغ لحد ما نجمع المبلغ آخر الشهر كذلك العيد مثلا إحنا خلي بال حضرتك إحنا عندنا موسمين ممكن يخشوا في أقل من شهر من القبض يعني إحنا قبض شهر واحد بعدها بعشر اليوم هلاقي الكحك والبسكوت والعيد كلامه كتير محتاج حلقة تانية محتاجين لبس للعيد وبتحكي وبتفور والكلام ده كله يعني هنتكلم فيه أكيد في حلقة تانية بنشكرك يا دكتور دكتورة روضة حمزة أبو الفضل استشاري أسري ونفسي كل شكر لك وكل سنة وحضرك طيبة وبخير ومساعدة مشاهدين بألف خير نورتينا فانك شكرا